اشتركوا في القناة برنامجكم حدث الصحافة والبداية مع صحيفة التليغراف وتقرير بعنوان السوريون الهاربون من حلب ينضمون الى الاف المهجرين على الحدود الاردنية حيث تشير التقارير الى ان حوالي 60 الف سوري تقطعت بهم السبل ينتظرون اللجوء على الحدود الاردنية وذلك بعد ان دفع القتال في حلب الالاف للخروج من منازلهم في الايام الثلاثة الماضية لوحدها وصل ما يقرب من خمسة الاف الشخص الى المخيمات المؤقتة في الصحراء النائية بعد ان قطعوا رحلة تصل مسافتها الى حوالي 300 ميل الهروب من العنف ناشدت المنظمات الايغاثية السلطات الاردنية السماحة لهم بالدخول موشرة الى انهم يعيشون في ظروف مزرية مع القليل من المأوى حيث يقولون ان مخيم الازرق الذي تديره الامم المتحدة في شمال البلاد شبه فارغ ويمكن ان يتسع لعشرة الالاف من اللاجئين الاخرين تقول الاردن ان هؤلاء اللاجئين ربما يشكل تهديدا اميا محتملا حيث وصل بعضهم من مناطق تسيطر عليها الدولة الاسلامية ويجب ان يتم تأكد منهم اصبح الوصول الى بر الامان اكثر صعوبة بالنسبة للسوريين اولئك الذين يصلون الى تركيا يجدون الابواب مصدى امامهم معبر السلام الذي كان العبر منه سهلا اغلق الان من قبل الجارة الشمالية التي تريد انشاء منطقة امنة داخل سوريا بدلا من السماح لعشرة الاف لاجئ بالانتظار على الحدود في الداخل الاردن التي تستضيف حاليا اكثر من مليون لاجئ اغلقت معابيرها الحدودية الاربع تقريبا تسمح السلطات بعبور اعداد قليلة من الاشخاص كل يوم بعد ان يتم التأكد منهم وفقا للجنرال صابر المحارمة قائد حرس الحدود الاردني فانما يقرب من الفين سوري يخيمون حاليا قرب الحدود وتشك السلطات الاردنية ان لديهم علاقات مع داعش تم ضبط مجموعة من الاسلحة فعلا من بعض طالبي اللجوء عند الحدود كما صرح المحارمة وبالانتقال الى صحيفة واشنطن بوست نقرأ مقالة لليزي سلاي بعنوان الحرب الامريكية على داعش تتعثر حيث وصفت الصحيفة الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الامريكية على تنظيم الدولة بانها متعثرة مشرة الى ان التقدم السريع الذي تحقق في تلك الحرب خلال الفترة الماضية بدأ يتوقف وبحسب الصحيفة فان الفوضى السياسية التي ضربت بغداد والهدن الهشة في سوريا بالاضافة الى الاضطرابات السياسية في تركيا كلها عواقب محتمل ان تظهر اثارها على سير المعارك ضد تنظيم الدولة خلال الفترة المقبلة مسؤولنا في البنتاجون اكدوا ان الحرب على تنظيم الدولة دخلت الان مرحلتها الاصعب والاكثر تعقيدا كما انها باتت تنطوي على مخاطرات تورط الولايات المتحدة فيها اكثر من اي وقت مضى وفي المحاولة لزيادة واترة الحرب على تنظيم الدولة وكسر حالة الركود التي اصابت جبهات القتال قررت واشنطن ارسال 450 جنديا من قوات العمليات الخاصة الى العراق وسوريا بالاضافة الى نشر قوات اكبر على الخطوط الامامية في الجبهات العراقية والسماح لطائرات الاباتشي بالمشاركة في العمليات الحربية ضد تنظيم الدولة السفر الامريكي السابق في دمشق روبرت فورد قال ان الولايات المتحدة حققت بعض التقدم في حربها على تنظيم الدولة الى ان استراتيجياتها في هذه الحرب لا تجيب على كثير من التساؤلات ومنها النزاعات السياسية لاوسع نطاقا التي ساعدت على صعود تنظيم الدولة واعتبر فورد ان الاقتحام الاخير لانصار الصدر للمنطقة الخضراء ببغداد يعد مثلا على طبيعة هذا النوع من الصراعات التي يمكن ان تندلع في العراق حتى قبل ان يتمكن من هزيمة المسلحين مسؤولون امريكيون قالوا انهم الى الان لم يروا اي تدعيات بعد للازمة السياسية في بغداد على سير المعارك مع تنظيم الدولة اي انهم لم يستبعدوا ان يحصل ذلك اذا ما استمر الخلاف السياسي وبالانتقال الى صحيفة صباحة التركية نقرأ مقالة لفخر الدين عالتون بعنوان اذا ما الذي سيحدث الان بدأ الكاتب مقاله بالاشارة الى قول الرئيس اردوغان في حديث له في ايوب يوم امس عن احمد داود اغلو ان امتنا لن تنسى ابدا كل من وضع لبنة فوق لبنة لخدمتها وانا اؤمن بان لسيد رئيس الوزراء تقديرا منا بالخدمة التي قدمها ومكان مميز في قلوبنا كما اكد على انه سيسلم منصبه الى شخص اخر مثل ما سلما اليه في عملية سباق بالتنوب ويتابع الكاتب لا يوجد اي دليل على وجود ازمة او توتر في جبهة حزب العدالة والتنمية كما يمكننا التنبؤ بسهولة بوجود عملية استقرار سياسي واقتصادي لدى الدولة مع استمرار قيادة اردوغان وان شهد الاقتصاد تقلب المؤشرات على المدى القصير فانه سرعان ما عاد الى المناخ الايجابي كما يبدو بالنسبة لنا ان المؤسسات قد تقدمت بنجاح ضمن مسارها الخاص ومن الواضح انها لن تشهد اضطرابا في عملية خطيرة مثل السياسة الخارجية ومحاربة الارهاب والحصانات ولن يؤدي تغيير الامين العام وحده الى اجراء انتخابات مبكرة فقد واجه داود اغلو مشاكل محلية بخصوص دراسة خلفية الواقع السياسي الجديد الذي تشكل عقب رئاسة اردوغان للجمهورية والقيام بالتصرف المناسب لذلك وهذا ايضا ادى بالمحاصلة الى ظهور مشاكل منسجمة ومتزامنة في قمة الدولة ولذلك تدخلت ادارة حزب العدالة والتنمية في مجرى الاحداث هذا ورأى داود اغلو ذلك واعلن انه سينسحب ثم يتساءل الكاتب ما الذي سيحدث بعد ذلك تجري العملية بشكل سليم وفي الثاني والعشرين من ايار سيعين رئيس جديد للحزب ورئيس وزراء جديد فيما بعد وستواصل تركيا مسارها وبناء على توقعات الحزب والمجتمع بعد هذه العملية سيكون رئيس الحزب ورئيس الوزراء الجديد شكلا منسجما مع الرؤية السياسية لاردوغان ونعتقد ان الحزب سيتوصل في المرحلة القادمة الى كيان متكامل بشكل اكبر من اجل الحاضر وسيضطر الممثل المستقبلي الجديد الى تحمل اعباء شاقة مثل الاسهام في التخلص من الاعتداءات التي تواجهها الدولة وتنسيق عملية التنمية والتطوير وتبديل النظام الذي تحتاجه تركيا ونطالع في صحيفة الشرق الاوسط مقالا لطارق الحميد بعنوان العبث الايراني في سوريا قال فيه الكاتب ما زالت المعلومات متضاربة حول عدد القتل الايرانيين في حلب والاكيد ان قوات الحرس الثوري الايراني قد منيت بخسائر كبيرة هناك وما يؤكد ذلك هو حالة الارتباك الايراني بالبيانات والتصريحات المتضاربة التي تتحدث تارة عن ان عناصر فيلق القدس قد قضوا خلال المعارك حرب بالوكالة تشن ضد ايران وتصريحات اخرى تقول انهم قد قضوا دفاعا عن مراقد اهل البيت في سوريا وعليه فان الخسائر الايرانية في صفوف الحرس الثوري فيلق القدس او غيره متوقع الان لكن الخسائر المستقبلية لايران في سوريا والمنطقة ستكون اكبر والدليل ما حدث ويحدث في العراق حيث لم تعود المعادلة الايرانية هناك سرا سواء من الشيعة العروبيين او السنة العراقيين وظلم ان ليس في ايران نظام راشد او ساسع قلاء يقدرون عواقب ما يجري بسوريا وعلى يد متشددهم فان السؤال هنا هو اين المجتمع الدولي اين الامين العام للامم المتحدة بن كيمون المتعهد الرسمي للقلق لماذا لا يقوم ولو بتعبير عن القلق تجاه ما تفعله ايران بسوريا اين منظمات حقوق الانسان اين الادارة الامريكية واين الادانات والمواقف الاوروبية خطورة كل هذا الصمت وتساه تجاه العبث الايراني في سوريا مع كل هذه الجرائم انها تغذي الارهاب وتشعل جزوته كلما حاول البعض اطفاءها وتقدم شباب المنطقة كحطب لتلك النار ملخص القول ان الصمت الدولي على العبث ايران بسوريا يعد مؤشرا حقيقيا على عدم جدية المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب ومنع اسبابه ونحن هنا لا نتحدث عن البعد الانساني وتلك قصة اخرى من الواضح ان لا احد يكترث بها وتلك مأساة اكبر واخطر وختام حلقتنا مع موقع هافنكتون بوست عربي موضوعا حيث نجد فيه موضوعا لأحمد العقدة بعنوان اختارته جوجل ضمن افضل ثلاثة في العالم واشنطن تحرم مبرمجا سوريا من تكريمه في امريكا جاء فيه يتحدث فيه الشاب الكاتب عن الشاب مجاهد عقيل المقيم في مدينة غزي عينتاب التركية الذي شرح ما جرى معه حيث توصلت جوجل معه قبل شهر ورشحته للحديث عن تطبيق ربتنا في مؤتمرها السنوي الذي يشهد عقد جلسات اجتماعية تركز على تطور الانترنت وتطبيقات الجوال ومدى خدمتها للمجتمع ابن الثمانية والعشرين عاما كان اسس قبل سنوات شركة نماء للحلول البرمجية وصمم عدة تطبيقات لتسهيل حياة لاجئين سوريين في تركيا من بينها تطبيق ترجم للايف وتطبيق ربتنا ويبدو ان تطبيق ربتنا نال اعجاب الشركة الامريكية فاختارته ضمن ثلاثة تطبيقات للهاتف الجوال ساهمت في مساعدة المجتمع حول العالم فتم اختيار ربتنا من المنطقة العربية الى جانب تطبيق من اندونيسيا واخر من الهند وبعد فترة من التراسل حضر مندوبون عن مؤتمر جوجل الى اسطنبول وتم اجراء لقاء مصور مع المبرمج السوري الذي تحدث عن تطبيقه كما تمت دعوته رسميا لحضور المؤتمر الذي يقام سنويا منذ العام 2008 عقيل شرح لمندو بي جوجل صعوبة الحصول على تأشيرة سفر امريكية بالنسبة لشاب سوري فما كان من الشركة الا ان ارسلت خطابا الى القنصلية الامريكية شرحت في عنيتها تحمل كامل تكاليف الرحلة التي تستغرق سبعة ايام من جانبه اعطت القنصلية الامريكية في اسطنبول يوم الاثنين التاسع ايار في عام 2016 موعدا للمقابلة الشخصية مع المبرمج السوري ورأى عقيل ان الاسئلة الثلاثة الاولى التي وجهت له خلال المقابلة مع موظف القنصلية كانت كفيلة ليشعر بالرافض فقد سألوني من اين انت فاجبت من سوريا متزوج ام اعزب فقلت لهم اني خاطب خاطباتك من اين فاجبت من العراق واين تقيم هي الان قلت في العراق اين تقيم انت اجبت في غازي عمتاب ويكم العقيل في كل سؤال كنت اشعر ان رصيدي ينقص واملي في السفر يتضاءل سوريا والعراق غازي عمتاب ثم سألوني اين سفرت فاجبت السعودية وقطر ودبي فجاء الرفض بعد انتهاء المقابلة وعلق عقيل على حرمانه من الفيزة بالقول لا اعتقد ان سبب الرفض منطقي فمجرد ان تحمل الجنسية السورية هو سبب كاف ليغلق اي باب في وجهك وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة